السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بصحة وسعادة النهاردة ان شاء الله هقولك كده على وصفة حلوة كده للغدا اه وكمان وصفة تحلية حلوة هنعملها بالتوست اه او بالفين والبيت لو موجودة عندك هيقدر نفس الغرض معي هنعمل بالصانية الحلوة دي مش تاخد مننا وقت خالص يلا بينا علشان نبدأ ننفذ وصفتنا ونقول بسم الله هجيب طبعا التوست بتاعي اهو زي ما انتم شايفين كان عندي حوالي تمن وحدات طلعتهم وبدأت ان انا اعمل بقى شوية بشامل كده يعني صغيرين عندي معلقتين كبار من الزبدة ومعلقتين من الزيت وعليهم معلقتين من الدقيق قلبتهم كده على النار تقليب سريع وعندي مجين ونص من الحليب ورشة فلفل سود ورشة ملح ونقلب بقى تقليب سريع كده على النار لحد ما يصل للقوام اللي انتم شايفينه ده وهنجيب بعد كده الصناعة بتاعتنا نحط فيها معلقة بشامل في الارضية ونبدأ نرس اول طبقة كده من الطست اللي عندي وطبعا هبدأ ان انا اساويها كويس قوي لحد عشان تيجي هي مقاسة صنية زي ما انتم شايفين كده طبعا بدأت ان انا اقطع قطع كده وحطها في الجوانب علشان تتساوي معي كان عندي بقى لحم مفرومة متعصجة في الفريزر طلعتها وبدأت ان انا احطها كده طبعا احنا عملنا كتير اللحم المفرومة مع بعض في القناة وعملت فيديو كامل عن تعصيج اللحم المفرومة وازاي ان انت تضع في حجمها احط لكم ان شاء الله رابط بتاعه في صندوق الوصف طبعا لو ما عنديكيش لحمة ممكن نحط في رايخ مسلا نعملها البصلية كده ونحطها في النص اه نحط اه مسلا لو عندي كلانشن او سلامي او شوية جبن وشوية زتون وفلفل كل ده هيقدي معنا الغرض وبعد كده حطينا الطبقة التانية هي من الطاست وبدأ ان احنا نسويها وما نخليش اي فراغات ما فيهاش طاست احاول ان انا احط في كل الفراغات كده قطع من الطاست وبعد كده هنجيب البشاميل بتاعي ونبدأ ان احنا نحطه كده ونوزعه على وش الصانية بحيس ان انا اخلي الطاست مش باين معي وكان عندي بقى آآ متزارلة في الفريزر طلعتها وبدأت ان انا اغطي برضو الوش بتاعي كده لو انت ما عنديكيش متزارلة هتزويد شوية البشاميل يعني هتزويد ضعف الكمية مسلا علشان تغطي لك الصانية كويس جدا بدأت ان انا احط كده المتزارلة على الوش وغطيت كل الوش بتاعي اهو طبعا هدخلها على الفرن على طول عشان تستيقوا معنا على فكرة مش هتاخد وقت خالص في الفرن تستيقوا على طول مش هتاخد تلت ساعة وهتطلعيها يعني تعالي بقى نعمل الوصفة التوست الحلو فاكرين مربة البنجر والفواكه اللي انا عملتها معاكم طلعتها من التلاجة اهو طبعا هي نشفة شوية عشان كانت في التلاجة بدأت ان انا احط كده على التوست بتاعي وسوي احط شوية من المربة كده وسويهم وطبعا بنزل بمعلقة تانية لان هو كانت قيل شوية معايا علشان يكون سلس معايا بدأت ان انا اا استعين بمعلقة تانية يعني بدأت ان انا افرد كده البنجر المربة بتاعتي يعني افردها كده على التوستية وكان عندي موز برضو اشارت كده واحدة وبدأت ان انا اعمل للاطفال يعني شكل حلو كده في التوست بحيس ان هو يشدهم ويحبوا ان هما يكلوا يعني ويستفيدوا طبعا بالبنجر والفوائد اللي موجودة فيه عملت كده شكل حلو شكل وش كده حلو ليه التوست هيشد ولادك جدا وهيحبوه جدا جربيه اهو زي ما انتو شايفين كده وده الصنف الحلو اللي عملناه بالتوست تعالوا نشوف بقى الصناعة بتاعتنا اللي احنا دخلناها الفرن طلعناها هي ما شاء الله اخدت لون حلو جدا اللهم بارك من على الوش وغير كده كمان كل حاجة فيها كانت طبعا مستوية بس هي اخدت اللون وسيحت لنا الجبن اللي جوه ورشد بقدونس كده من على الوش وتعالي نشوف بقى احلى وصفة عملناها النهاردة واسرع وصفة كمان ما خدتش مننا وقت خالص ونطلع كده اول قطعة منها بس شكلها اللهم بارك تحفى حاجة كده يعني جميل اللهم بارك دي كانت وصفتي النهاردة يا رب بتكون اعجابتكم ننسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا الفيديو اللي جاي ان شاء الله واشوفكم على خير والسلام وعليكم